الزمالك بالنسبة لي طبعاً اللي عمله كارترون في الماتش اسموحة كان ريسك عالي قوي هل كارترون بيعمل دافل عادي؟ آه بيعمل دافل عادي كلها نفتكر ماتش طنطة لما رايح لعيبة كلها هو عنده الاسلوب دافل التدريب اسلوب راحة اللاعبين قبل المباراة التي يظن انها اهم لكن في الحقيقة بعد كسل ربطة تحديداً كان لازم ياخد بال وينتبه ان العناصر اللي على الدكة عندهاش تنفوسية كافية خاصة وان الظروف اغلب اللاعبين في الوقت الحالي مش في افضل حال الظروف بسبب الفترة بتاعة عدم الاستقرار الاداري اللي قدت الى وجود عدد كبير من اللاعبين مش عارفين مستقبلهم الفريق نفسه كان عنده مشاكل في بناء القائمة يعني هذا الموسم فما قدرش مثلاً يبقى عنده لعيب زي طرق حامد جيد لاستخدامه بشكل افضل او استخدامه حين يغيب طرق حامد او مع طرق حامد ان لزم الامر فدي كانت نقطة بس في نقطة تانية تكتيكية مهمة بالنسبالي واضحة على زي مالك مع كارترون في الاسابيع الاخيرة اتمنى انه ينتبه لها او يلاقي لها حل لانه اكيد منتبه لها الحاجة الخاصة بان الزي مالك ابتدى يبقى مفكك الهوية بمعنى ايه؟ ان الزي مالك في الفترات الماضية الاولى ليه مع باترس كارترون كان بيلعب كرة دفعية وبيعتمد على المرتدات ده كان الشكل فاللعيبة كانت حتى لما كان بيغيب طارق وبينزل اسلام جابر ما كنتش بتحس بغياب كارثي كنت بتحس طبعا بفقدان لقيمة طارق لكن كنت بتحس انتكتيكيا اللعيبة قادرة لم الموضوع ده لان المساحات ديقة قوي بين لعيبة وسط ملعب الزي مالك والمدافعين لان انت بتلعب على رد الفعل وبتلعب على انك يعني تاخد القسم من منطقة جزائب وتضربه في المرتدات لكن عشان هزا مالك يكسب اكتر واكتر باترس كارتروني ابتدى يحاول يزوء المهاجمين شوية القدام وعشان خايف من الرزق لانه مدرب عقليته في الاصل الدفاعية فكان بيطلب من الخط الخلفي ما يتقدمش كتير قوي ورا خط الوسط المشكلة ان في غياب طارق حامد الحاجات دي بتبين مساحات كبيرة قوي بين وسط الملعب والدفاع فالنتيجة ان معظم المنافسين قادرين ينقلوا عليك كرة ويوصلوا عليك في موقف واحد على واحد كتير فبالتالي برغم انك بتصنع فرص كتير بس بتفضل عرضة للهجمات للمنافسين فده نقطة لازم الزمالك ينتبه لها ان طالب ذات غياب طارق حامد في الفترة المخبلة